السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم درس جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن احد الدروس المهمة في اللغة الانجليزية عند القراءة او عند الكتابة وهو اساسي ومهم معرفته لتصبح اكثر اتقانا للغة الانجليزية وممارس جيد لهذه اللغة نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام الضمير هوز نسميه relative pronoun يعني ضمير وصل مثل ضمير وصل باللغة العربية الذي التي لتان الذين وهكذا في هذا الفيديو نتكلم فقط عن الضمير هوز اذا فقط عن الضمير هوز نأخذ كيفية استخدام هذا الضمير متى استخدمه كيفية استخدامه وفي نهاية الفيديو نأخذ امثلة لتتمرس اكثر على استخدام هذا الضمير في اللغة الانجليزية تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة التي تتعلق بالضمير هوز اولا هوز بمعنى لمن او الذي يعني تعود له الملكية استخدامه رح يكون بهذا الشكل تكون هوز في المنتصف يعني منتصف الجملة هي عبارة عن جملة الجملة في منتصفها بيكون عندنا هوز لكن هذه كجملة واحدة مؤلف من جملتين الجملة الثانية نسميها relative clues يعني جملة وصلية يعني تعطي مزيد من المعلومات عن الجملة الاولى او نسميها adjective adjective clues او نقول relative clues يعني يكون فيها الضمير هوز هوز وما بعدها نسميها relative clues او نسميها adjective clues تعطي مزيد من المعلومات عن الجملة الاولى ممكن شخص يقول لم افهم شيء تابع معاي فقط هنا لكي تعرف الاستخدام العام لهذه الجملة كما قلنا هي عبارة عن جملتين لكن نضعهم في جملة واحدة باستخدام ضمير الوصل whose نستخدم whose بدلا عن صفات الملكية نسميهم adjective pronouns اذا تذكرون اخذناهم قبل my his her its our your there اذا whose تستخدم بدلا عن هذه الضمار من خلال امثلة راح توضح معنا راح توضح معنا استخدام whose بشكل سهل جدا هذا نسميها صفات الملكية نستخدم بدلا عنها whose مثال i meet the man انا اقابل الرجل مثلا his car is white يعني انا اقابل الرجل سيارته تكون بيضاء لدينا هذه جملتين لاحظ subject verb compliment يعني فاعل فعل وتكملت الجملة وايضا هذه كذلك فاعل وفعل وتكملت الجملة عبارة عن جملتين نريد ان نربطهما ب ضمير وصل وهو whose كما قلنا نستخدم whose بدلا عن صفات الملكية هذه لاحظ لدينا جملتين كما قلنا نستخدم whose في الجملة الثانية مثلا استخدمنا بهذه الطريقة او شخص يقول لك i meet the man وقابل الرجل اي رجل نضع i meet نفس الجملة الأولى تماما نكتبها كما هي i meet the man وقابل الرجل بعدها بدلا عن his استخدم الضمير whose وكمل الجملة كما هي whose car is white انتهينا اذا اصبحت لدينا من جملتين حولناها الى جملة واحدة وقابل الرجل الذي سيارته تكون بيضاء لاحظ whose جاء قبلها noun اسم وبعدها ايضا اسم الاسم الذي يكون بعد whose يعود على الاسم الذي يكون قبل whose لذلك هذه الجملة تسمى adjective close يعني عبارة وصفية يعني تعطينا مزيد من العلومات عن الرجل الذي قابلته ممكن نحذف اقول i meet the man وقابل الرجل معته شفنا ادى التعريف ذا معته الرجل معروف الي ولك لكن اريد مزيد من العلومات اقول whose car is white الذي سيارته تكون بيضاء يعني whose بمعنى الذي يعني ملكية يعني لمن من تكون سيارته يعني الرجل الذي تكون سيارته او من تكون سيارته بيضاء او لونها ابيض i meet the man whose car is white مثلا لدينا هذه جملة i know the girl her brother has a dog يعني 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 الفتاة اخاها لديه كلب او لدى اخاها كلب كما قلنا whose استخدم بداع الصفة الملكية her her لماذا استخدم her لان 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 girl فتاة بيكون لدينا شي وشي بحالة الصفة الملكية بيكون لدينا her كما قلنا لدينا جملتين جملة اولى و جملة ثانية نريد ان نضعها في جملة واحدة اثناء الكتابة لان نقول i know the girl her brother has a dog نريد ان نضع ضمير وصل وهو whose في هذه الحالة كما قلنا نكتب جملة الاولى كما هي i know the girl اعرف الفتاة كما قلنا نحذف الصفة الملكية her نستبدلها ب whose نضع whose نكتب brother نكتب جملة كما هي has a dog i know the girl whose brother has a dog اعرف الفتاة التي اخاها لديه كل كما قلنا هذه نسميها عبارة وصفية عبارة وصفية او عبارة وصل او ربط وصف او ربط كما قلنا نسميها adjective clause او نسميها relative clause الاثنين صحيحة لماذا صفهم الكية كما قلنا لانتعطى مزيد من المعلومات او تصف الاسم اللي يكون قبلها يعني تعطيه مزيد من المعلومات لذلك هذه نسميها relative clause او نسميها adjective clause i know the girl whose brother has a dog اصبحت لدينا جملتين كجملة واحدة اعرف الفتاة الذي اخاها لديه كل او اخوها لديه كل لاحظ بعد whose noun اسم brother اذا اسم وايضا girl ايضا اسم لذلك قبل whose يكون اسم وبعده يكون اسم ويكون الاسم الثاني مملوك ل الاسم الاول او يعود لالاسم الاول او ينتمي لالاسم الاول الاخ ينتمي للفتاة او يعود لالفتاة لذلك احنا احنا نسمي who's relative pronoun اذا ضمير وصل لماذا ضمير وصل لانه يصل جملتين يصل جملتين يعني الجمل الاولى يكون عندنا بها فعل يعني فاعل وفعل الجمل الثاني ايضا فاعل وفعل لكن استخدمنا ضمير الوصل ليربط هاتين الجملتين معا مثل باللغة العربية الذي الذين اللواتي وهكذا من ضمائر الوصل لدينا هاتين الجملتين احمد is a player space for a job is to play football احمد يكون لاعب عمل يكون to play football ان يلعب كرة القدم يعني عمله يلعب كرة قدم نريد ان نربط هاتين الجملتين كما قلنا هذه جملة وهذه جملة لكن في هذه الحالة عبارة عن جملة واحدة يجب ان نستخدم ضمير وصل وهو who's نضع بهذا المكان who's احمد is a player لاحظ لو لم نستخدم who's بيكون لدينا عبارة عن جملتين his job اذا his job is to play football لكن كما قلنا استخدم بدلا his who's لا سنقول احمد is a player his job هذا خطأ لكن اذا كان كجملتين صحيح كجملة واحدة لا نستطيع نستخدمها لكن نستخدم who's لن تصبح احمد is a player who's job is to play football احمد يكون لعب الذي يكون عمله هو لعب كرة القدم لاحظ who's بعدها اسم job اسم ايضا player اسم وجاب يعود او ينتمي او يكون ملكيته لالاسم الاول لاحظ طبعا هنا في عدن is this is the car يعني هذه السيارة ايضا نضع who's who's owner يعني يكون مالكها is my brother يكون اخي لاحظ ايضا بعد who's اسم owner اذا مالك ايضا سيارة اذا صاحب هذه السيارة يكون اخي او مالك هذه السيارة يكون اخي اللاحظ لا نستطيع ان نحذف who's بهذه الحالة لماذا لأنه يعطينا مزيد معلومات عن الاسم الذي قبله لنقول this is the car هذه السيارة اوكي ما لها هذه السيارة who's owner is my brother يكون مالكها او صاحبها اخي ايضا احمد is a player احمد يكون لاعب طيب اعطينا مزيد علومات who's job is to play football اذا who's بمعنى الذي او التي نسمي relative pronoun ضمير وصل يستخدم الوصل بين جملتين يكون بعده اسم وقبله اسم والاسم الثاني يعود للاسم الاول او يكون مملوك من قبل الاسم الاول ايضا نسمي العبارة التي يوجد فيها who's نسميها relative close او نسميها adjective close بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو اتنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو ووضع عليك الفيديو اللي يصلك جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته